هنرجع للسؤال اللي كنا سألينه عن عمليات التجميل بالنسبة للزوجة بتقول بتعمل عمليات التجميل لارضاء الزوج ولمتاعته في بعض الأماكن الحساسة بجسمها وموضوع النفخ الشفايف والأرداف وشفط الدهون والحاجات دي كلها يعني انتشر يعني بطريقة كبيرة جدا في مجتمعنا هل العمليات دي يجوز ولا لا تجوز عندنا قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحذورات إذا كان الأمر ضرورة ملحة بمعنى أن يكون الزوج متضررا من هيئة الزوجة أو في مكان ما عند الزوجة ويريد تجميلا لهذا المكان عند ذلك الزوجة تذهب إلى طبيبة مسلمة لتجلس بين يديها لتجري لها العملية فإن عجزت ولم تجد طبيبة مسلمة فالتذهب إلى طبيبة غير مسلمة فإن عجزت ولم تجد فالتذهب إلى طبيب موثوق صالح يشهد له بالصلاة وهذا عند الضرورة القصوى لأن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف على الرجال إلا على زوجها إذا كان من هي أن يراها أبوها إلا يعني بعض الأماكن لكن في مثل هذه الأماكن كما ذكرت يعني اللي هي الضرورية جدا فلا يجوز لها أن تتكشف على الرجال إلا لضرورة هما مسألة حضرتك معذرة الأردافي وغير ذلك والدهون يعني هذه الأشياء إن كانت لها ضرورة بمعنى أن المرأة يعني عندها تقبيح في نظر الناس أو أن شكلها مستقبح في نظر الناس ودعت الضرورة أن تجمل من شكلها يعني مثلاً امرأة عندها وحمة دموية في خدها أو في وجهها فأرادت أن تمحوا هذه لأنها معيبة في نظر الناس عند ذلك أجازة الشريعة الإسلامية امرأة عندها شعر زائد في وجهها فأرادت أن تزيله أجازة ذلك وأباحب ذلك الشريعة الإسلامية أما إن كانت فعلت ذلك زيادة من أجل التجمل ومن أجل أن تكون في مراءة للناس فهذا لا يبيحه الإسلام بل هذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى ومنهي عنه